في الحياة المتابعة لو هنتكلم على المنظومة القضائية بشكل عام وتحديدا النيابة العامة هل أن فيه إجراءات تطوير ورقمانة جبيرة جدا حصلت والهدف الرئيسي منها سرعة إجراءات التقاضي والتخفيف على المواطنين قبل أعضاء النيابة صفحة رسمية لنيابة العامة على الفيسبوك نشرت مبارح الحلقة التاسعة ضمن السلسلة الوطائقية اللي بتوثق أعمال التطوير اللي حصلت والحلقة دي بتتكلم عن مسيرة الارتقاء الخاصة بالنيابة العامة تعالوا نشوف الحلقة التاسعة الخاصة بقنوات التواصل والدعم الفني وتخطيط موارد المؤسسة تنوعت قنوات الاتصال في النيابة العامة بين الأعضاء والموظفين من توفير وسائل لسرعة التواصل فيما بينهم وتقديم خدمات الدعم الفني للأجهزة والبرامج وكيفية استخدامها كانت الفكرة من توفير القطوط الاستراتيجية هو عمل شبكة اتصال مؤمنة ومشفرة ومغلقة بين قيادات النيابة العامة والسادة الأعضاء بما يناسب طبيعة عمل النيابة العامة من سرية المعلومات اللي بيتم تدولها أثناء مباشر التحالي وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم مادة 378 خط هاتف استراتيجي بين مكتب معالي النيابة العامة وجميع النيابات على مستوى الجمهورية وتم عمل سنترالات داخلية في كل النيابة على مستوى الجمهورية لتسهيل التواصل بين السادة الأعضاء والموظفين والحقيقة أن الخطوط الاستراتيجية دي حققت الهدف منها في فترة وجيزة جداً من خلال عقد اجتماعات عن بعد بشكل مؤمن وده أثر بشكل كبير في إدارة عمل النيابة العامة وتسهيل التواصل بين السادة الأعضاء فكرة الدعم الفني الغرض الأساسي منها الحفاظ على استدامة مستلزمات التشغيل ومتابعتها والإشراف عليها وكان بيتم التوجيه بتفعيل الدعم الفني لدوائر نيابات الاستئناف اللي تم التأكد من انتظام العمل على المنظومات الرقمية فيها وده تم من خلال إنشاء وحدة متخصصة بإقدارة النيابات تضم مجموعة من الموظفين والفنيين والمهندسين الملحقين بإقدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بيقدموا الدعم الفني لأجهزة الحاسب الآلي وملحقتها وخطوط ربط البيانات والشبكات والأنظمة والتطبيقات الرقمية اللي بتقدمها النيابة العامة يقوم مسؤولي وحدة الاتصال باستقبال مكالمات السادة أعضاء النيابة العامة وجهازها الإدارة عبر رقم اتصال موحد للرد على استفساراتهم وشرح خطوات العمل على المنظومة وحل المشاكل الفنية في ذات المكالمة وفي حال التعزل حلها بيتم تسجيلها على نظام مخصص لحلها بمعرفة شركات متخصصة في هذا المجال بالنسبة لصيانة أجهزة الحاسب الآلي كان الخبير الرقم اللي نيابة اقترح ألية لتقديم الدعم الفني للأجهزة عن بعض من خلال تزبيت تطبيقات مؤمنة تسمح لمسؤولي وحدة الاتصال بالدخول على الأجهزة عن بعض وحل كافة المشاكل التقنية وتوفير اندخال الفنيين المختصين لإصلاح الأعطال اللي محتاجة تدخلهم بشكل مباشر بالنسبة لملحقات الحاسب الآلي كالطبيعات ومكينات التصوير والمسيحات الضوئية فجاري تزويدها بتقنية الكيو ار كود اللي بتعمل على سرعة تقديم الدعم الفني لكافة المستخدمين بالتنصيق مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال والوحدة تمتلك برامج وتطبيقات لقياس مؤشرات أداء العاملين فيها لسرعة تقديم الدعم الفني لمستخدمين والحفاظ على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة لهم بالإضافة لأن الوحدة كان لها دور كبير في الوقوف على أسباب المشاكل الفنية في الأنظمة الرقمية وحلها بحلول جزرية والمساهمة في تحديث برامج وأنظمة النيابة العامة بنانا لتجربة المستخدم الحقيقية فكانت الوحدة ولازالت بنك الأفكار لهذه التحديثات كانت من أهم الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة في استراتيجيتها هي استخدام التكنولوجيا في تخطيط وإدارة كافة مواردها ورقمنة أعمالها الإدارية فيما يسمى بنظام ERP Enterprise Resource Planning System نظام ERP هي تكنولوجيا معروفة علمياً بنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات والمقصود بالموارد هنا هي الموارد البشرية والمالية واللوجستي إلى جانب إدارته لموارد النيابة العامة بما في ذلك مستلزمات التشغيل الرقمية وأعمالها الإدارية فهو بيساعد أيضاً على دعم تخذ القرار بصورة مباشرة في النيابة العامة وده من خلال التقارير اللي بيصدرها بالإضافة إلى حصر موارد النيابة العامة في جداول وتسلسل معين بيساهم في الحفاظ عليها ده من خلال مرأبتها وحسن توزحها واستخدامها واستيانتها وتحديثها بشكل دوري وكل ده بيعظم الاستفادة من موارد النيابة العامة وبيضمن استدامتها ومثال على استخدام هذه التكنولوجيا إن النيابة العامة هتكون قادرة على التفتيش على أصولها من خلال استخدام بار كودز بحيث يكون لكل النيابة رسمهندسي يتم ربط فيه وصول النيابة العامة بالأشخاص اللي بيعملوا على هذه الأجهزة واللي بتكون دخلة في عودته والرسومات دي أيضا اللي هتكون على البرنامج هتدعم النيابة العامة في حسن توزيع الأعضاء والموظفين وفقا لكسافة التشغيل في كل النيابة وتم توفير هذا البرنامج بالتنصيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنصيق مع أحدى الشركات العامية الكبرى اللي متخصصين فيها في مجال التصميم والتحليل نزلوا لبيت العمل الفعلية لمدة 3 شهور تحت أشراف النيابة العامة لتصميم البرنامج بصورة مناسبة لطبيعة عمل النيابة العامة ده بالإضافة للتنصيق اللي تم مع الشركة لتدريب موظفين إدارة النيابات للعمل على المنظومة بعد تمام اختبارها وتم التشغيل التجريبي في أغسطس 2022 تمهيدا لإطلاق المنظومة في سبتمبر 2022 اللي هيتم فيها تدريب 1121 موظف وعدد كافي من أعضاء النيابة العامة لإشرافها على المنظومة وأيضا سيتم ميكانة الدورة المستندية الإدارية في النيابة العامة بين كافة النيابات ثم تبدأ مرحلة إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة ولا تشمل باقي صور الموارد